موشي موش أصدقائنا الحلوين كيفكم؟ ارجعنا بحكاية يورينا القسم الخامس والأخير لو ما شفتوا الأخزام السابقة لازم تشوفوهم ورابط موجود بأول تعليق وقبل ما نبدأ صلوا على رسلنا الكريم واشتركوا بالقناة والجرس ويا راية تتفجروا زر للكات وليتس جو تنعرف من يورينا أنه تم الكشف عن هوية المختالين بأسرع منه المتوقع حتى وطلعوا متمردين ضد العيلة المالكة الحالية ويقال أنه هالأول اللي كانت عائلة كرون للمالكة مصممة على الإمساك فيهم بالكات تم القبض على بعضهم لكن قالوا أنه بالإمكان أنه يمسكوا الراس المدبر مع التابعين اللي تم القبض عليهم من قبل السيد أرون بفضل هالشي قررنا البقاء في المملكة متل ما خططنا من الأساس لكن دي كان كتير أفآن على يورينا لهالسبب وبتقوله منيح أني قدرت أقنعه أني أبقى لفترة أطول وهذا منلاقي أيضا إجاوا عم بيطل عليها وبيسألها إذا صارت أحسن فبتحكي له أنا بخير بفضلك وبسببك وبنعرف أنه راي اللي كان من الإمبراطورية ما كان في عنده أي معارف بالمملكة لهالسبب أيضا كان متمنعرف يعني صديق متطفل ولما سمع أنه عيد ميلاده قريب قرر أنه بلي يعمله حفلة وهيك بوقت تحتفل فيه بكاكة لطيفة بوقت كتير يتفاجأ راي وصار يبكي لأنه ما توقع حدا يحتفل فيه ومن هذا الوقت صار هو بيحتفل فيه كل سنة لكن كان راي بيتذمر بكل مرة بس يكون برضه بنفس الوقت خجول ومتحمس كتير لأي سنة جاي ويكون هم حاسين عليه وعلى لطفته كلما بيعرف أنه ما عم يكلع الموضوع بس بالنهاية كان أكيد لازم يتصرف بهالطريقة هاي وبهالمرة كان أيضا نعم بيفكر كيف رح يعمل حفلة العيد ميلاد الخاصة بري وقال المرة كنت بدي أجهزها بأفضل شكل من الأشكال ولها السبب كان بده يقدم دعوة لراعي راي يعني باختصار لعالة كارتيا بس قال مستحيل شخص أرستقراطي يجي لحفلة عيد ميلاد طالب بيرعاه بس بيقول على الأقل رح نقوم بأداد بعض الطعام الإمبراطوري مع كيكة كبيرة وفخمة هذا الشي اللي كان عم بيخطط له لكن فجأة ظهرت يورينا وهالشي ما توقعه وله هيك حكالها عن الأشياء اللي عم بيخطط لها وقالها هي التجهيزات حفلة بتشبه الحفلات عن جد وهلأ صارتي أفضل بوجودك فبتقوله بتعرف شو أنا كمان كنت بدي أعمل حفلتين ميلاد لراعي لكن سعيدة أنه أصدقائه تراه الموضوع علي بالبداعي فشكران لإلك فبله تفضلي هو ما رح يدخل لها الغرفة إطلاقا فبتسأله طيب وانت رح يرجع فبيقول أيضا الأستاذ هدسن حكالي أنه لازم يحضر الحساس وإلا ما رح يقدر يتخرج لهيك رح يكون علي البقاء هناك لثلاث ساعات فبتقوله طيب من مفترض أنت كمان عندك درس يعني ولا كيف فهو بيقول وله أنا دائما بغيب بدا بك لا لا أصدقائه يعني أنا جيد بالدراسة وري ما رح يشك بالمرة لأنه يعني باختصار أنا بغيب أكتر فبتحكي أنها سعيدة نوري عنده شخص لطيف مثل هيك بعدا منلاقي هالشخصية واللي هو هاد نيسون نيسون توقعت أنه المفروض كبر ولا شي لما إيجا كان راضيع ولا كيف على فكرة هادو اللي كان رفيق أيضا بالغرفة المهم بيجي وبيحكي أنا كمان بدي أسعد بتحضير الحفلة لري وبيجي وبيعرفه على ريورينا فبيحكي لها أهلا أنا اسمي نيسون وبيسألها إذا بقدر أنا ديكي نونا نونا يعني أختي فبتقول له أوكي ما في أي مشكلة المهم لما يسمعها عم تحكي عن ريناد ري بيقولها ليش أنت عم بتنادي ري فبتحكي لأنه ضلع فبيقول بس هو طلب مني ما أنا دي هيك تستغرب هي وبتقول جد ري ما بتضعيك حدا ينادي المهم بتقول غريبة أنا كنت عم بختصر إسم ريناد من الأساس بس ما أقول هو يمكن كان مش حابب هاد الشي وكنت بفكر بري كشي مميز المهم بيسألها إذا في شي ممكن نتساعدوا فيهما كمان وبيقول إنه جيد بتحضير للحفلات وبيحكي بالمريات السابقة أعددت كل شي لحفلة ري على فكرة فبتقوله طيب إذا نخلينا نجرب أشياء أكتر وبتقول يورينا أخيرا عن جد سعيدة أني جيت تبقى لي ثلاثة يام وبغادر للمملكة بس لما عرفت أنه فيه بفقات لري وبيحبوه كتير هالشي حسسني إنه بقدر أغادر بيدون أي ألأ عليه عن جد ليش ما كان نخبرها بالمرة إنه عنده أصدقاء ولما يخلص ري من الحزة بيلاقيه أيضا وبيسأله لوين رايح فبيحكي له حل عني شو بدك مني ويكون طبعا ميتسأل وين يورينا فبيحكي له إذا عم تدور على الأنس كاتيا أنا بعرف مكانها فبيقوله وين فبيخبره إنها موجودة بالداخل وبيحكي له افتح الباب بيلفك عليه وبيقوله شو هاد الأهبر عم بيخطط فبيقوله خلصني خلصني افتح الباب وأول ما يفتحه بيلاقي الكل موجود بحفلة عيد ميلاد وكبيرة كمان وأهم حدا أكيد موجود بالحفلة وهي يورينا وبتقوله عيد ميلاد سعيد حبيت إنه أصلا أجي لهذا السبب أصلا لأحتفل فيك فبيقوله عن جد وبييجي لا يقترب منها لكن ناسا بيجي وبيقاطع الحفلة هو بأيدن التافه وبيبلشوا يحتفلوا فيه وبيضطر طبعا إنه ما يتصرف بأي طريقة مع يورينا وكل عادة كل مرة بيحتفلوا فيه بيرجع رايه يبكي من أول وجديد وبعدين لما تخلص الحفلة بيضو سوا إيدن أو يورينا وبيحكي لها على فكرة لكل مرة بنعمل له الحفلة بيبكي وبيسألها من وقتها كنت بتعرفي راي فبتحكي قبل خمس سنين يعني لما كان عمره 12 فبيقول غريب هو بهذاك الوقت كان كتير صعب إنك تتقرب منه وتتعرفي عليه فبتحكي صاحب بهذاك الوقت كنا معا على مدار فترة طويلة وهو بيقول أنا كنت معه خنش سنين وبيسعدني وجودك لأنه هالشي خلاني أحس إنه شخص مميز أما راي فبيكون صافن بس وهيك يعني محتار وبيكون عم بيفكر بيورينا وبيقول مرة وخمس سنين من آخر مرة شفتها فيها بس إنها إجتلي جد هالشي رجع لي أحسيس كتير حلوة هي بتقوله تعال ليش بعيد هو بيقول ما بعرف شو الحب ما عمره حدا قال لي إنه بيحبني بس معيك بيقول مرة بشوفها فيها بشعر بالعاطفة وبيكون نفسي أشوف ابتسامتها بيكون نفسي أضمها وأقترب منها أنشي وأستمتع معها بيكون نفسي أسمع أنفاسها الحلوة وأحصل على كل شي بيخصها ما بعرف إذا هاد الحب ولا لأ بس يمكن أنا عنجد عشقان أما يورينا فأخلاص بيمضل كم يوم وبيكون بكرة وقت مغادرتها ولها السبب ما بتكون قادرة تخفى وبتحكي مش قادرة أصدق إنه هلأ إذا غادرت ما رح أرجع أشوف ري لكمان تنتين هالشي كتير صادم بالنسبة لإلي بس على الأهل قضيت معه وقت حلو بعد الحفلة بقيت مع ري لحالنا بشكل هادئ وخلال النهار كان من الممتع كتير أحضر الدرس مع ري وبالمساء كنا نتجول بالمنطقة وسط المدينة وناكل العشا سوا كان جدول ما بيحتوي على أي شي مميز بس كان كتير حلو لأنه مع ري كان من الممتع أشوف جوانب مختلفة منه تدوينه للملاحظات بطريقة جيدة الجلوس بوضع مو منزعج منه بسبب طوله والنظر للأستاذ بعيون صافية كل هاي الأشياء ما تغيرت كتير عن ري وبتقول ليش كتير عم بفكر بري لها الدرجة وعم بحس إنه قلبي بيت فعل ما أفكر فيه بتخرر تطلع لها تشم شوية هوا وبتفتح الشباك لا تلاقي ري جانبها بالغرفة الثانية وبرضو هو نفس الشي قالتكم حدا منهم هلأ رح يعترف للتاني بتقول لي شو عم تعمل مو المفروض إنك تكون نايم لأنه بكرة عندك دروس بالأكاديمية فبيحكي لها بالله كيف رح أقدر أنام إذا بكرة أنت مغادرة عن جد مقادر أتحمل مجرد وقت أصير بالنسبة لإلي لأوصل للأكاديمية بس أنت بدك أسبوع لتوصلي للعاصمة فبيحكي لها إذا أنت كمان مو قادرة نامي بتحب نطلع سوى ونشوف لنجوم يطلعوا على الأسطوح ويبيعدوا يطلعوا بالسماء وبقولها الجو بارد لايك غطي حالك بتتشكره على تصرفه اللطيف وبتقول له خايف شوي إذا تحركنا يمكن نوقع فبيقولها بل هبل أنا معك شلي بيخافك فبيقول صح إذا وقات بتقدر تنقذني بالسحر وبعدان ترجع تحكي يا الله زمان ري قال لي أنه رح يحميني هلأ عم بتذكر هالشي وقديش وكان لطيف هل لازم أكون سعيدة بهالأشياء طاردت ري طول الطريق بسبب جشعي لأني ما بدي أموت هل من الممكن أني أنانية لهذه الدرجة وقعدة بستغل فيه أكتر بيسألها هل عم تشري بالنعاس فبيقول له لا فبيقولها بعد ما يضمها إذا حاسب النعاس فيك تنامي على كتفي لأني أنا هون ومعك وجنبك وفعلا متغفى يورينا وبيأخذها وبينزلها لغرفتها بس بيحكي مش قادر أحس براحة بالمرة إنه يورينا ما رح تكون معي غير لأني بحبها ومتعلق فيها خايف عليها وحاسس إنها ما رح تكون بأمان بدوني ليش عم بحث بكل هالمشاعر الغريبة وبيقولها بليس استنيني فترة قصيرة ورح أرجع لك لكن بالواقع أنا عن جد لسه نفسي أبقى معك أكتر وأكتري المهم خلاص بحين الصباح وبتسأله شوري ما رح تودعني لأنه بيكون واقف وصاف يقترب منها وبيمسك إيديها وبيقول بدي أخبرها تعتني بحالها بس مش قادر أحكي شي تلعيك بيقول أخيرا يورينا بيك تواليني بشي واحد تأكدي إنه هيتبقى معك لغاية ما أرجع فبتقوله شو هي يا قوتل فبيحكي لا لا هاد حجر من أجل تكثيف المانا قلادة بتحمل سحر الدفاع إذا كنت بتحمليها بإيدك وبتستخدم السحر لما يصير شي فهل مرة واحدة بس مهما كان نوع السحر بتقدري تستخدميها المانا السحرية فيها جميع أنواع السحر الموجودة امسكي بس القلادة وفاكني بالسحر اللي بدك إياه فبتقوله جد هل ها شي ممكن فبيحكي له هاي أضوات سحرية بتنبع بالسوق إلها نفس المبدأ بس مع هيك ما بتوقع إنه في سحر مثل هالقلادة الخاصة فيي لهيك بليز لا تخلعيها لا لما تنامي ولا بأي شكل غير لغاية ما أرجع فبتقوله أوكي وعد فبيحكي لها إذن يلا خليني أراف أكل العربة بتضمه هي وبتكون رح تبكي وبتقوله رح أشتق لك كتير فبيحكي لها وأنا كمان أكتر حتى بلا بلا حطيته لايك وهيك بيمرقوا سنة ونص من وقت مغادرتها من المملكة يعني تقريباً ضايل ستة جهور شغلة هيك ليرجع ري للمكان وبتقول ما صار أي شي مميز غير أنه إخواني الثوأم رجعوا من الأكاديمية آه أوكي هاي تقريباً أول مرة بنشوفهم وبتقول بغضون بدات أشهر رح أسير بالغة بفصل الربيع أخيراً يعني وبعد عام واحد من هلأ آل ري رح يتخرج وبقتها رح تبلش القصة الأصلية تيجيها بيسي وبتقولها وصلتك رسالة بتقول الخدم اللي قدمتو كهدية ما نسي حطه يعني واضح أنها من ري بيكون كاتبلها فيها لا يورينا سمعت من الأستاذ إنك عم بتعاني من نزلة برد هل عم بتحس إنك أفضل واضح إنك كتير بتتأثر بها الأشياء من وقت مكودة طفلة ولا لا أيضاً حكى لي إنه اختصاص إقليم بيسي أوراق الشاي وقعدنا أوراق خاصة لنزلات البرد موجودة مع الرسالة كل ما بدك تشرب الشاي اشربيها مع بعض الوجبات الخفيفة وإذا حساتي بشوي الطعب بالمرأة الجاي ارتعي بغرفتك واضح إنك مشغولة كتير هالفترة معقولة كوني أكتر انشغال مني أنا اللي عم بدرس بالأكاديمية بتبتسم هي لما تقرأها الرسالة وبتحكي تفضلي أنا بورقة لتكتبي الرسالة والرد فبتحكي لها يورينا كيف عرفتي إني بحتاجها فبتقولها ولو صلي عشر سنين عم بخدم فيكي ما في شي عنك ما بعرفه لأ صراحة ما بتعرفي إنها يورينا إنها مش نفسها يورينا ولاش يعني معلومة بسيطة بعدا من لقي يورينا رايحة لا تزور أمها أخيرا يعني بتحسوها عايشة لحالها بالأصل هي وبيسي بس المهم بتروح تشوف أمها وبتسألها عن صحتها فبتحكي لها أنا بخير لكن مش مبين بالمرأة أنها بخير كانت المركيزة ضعيفة بالأصل واسمع مرأة بمرضة لكن الغريب إنه جسدها بلش يمرض من الخريف الماضي حاولت تعرف السبب لكن ما قدرت تكتشفه إعتانا فيها كل خدم الأصل بصدق لكن على الفاضي ما حدا بيعرف سبب مرضها حتى يقدروا يساعدوها ولكن بتقولها بليز لا تقلقي علي وقلقي على حالك تكون كتير يورينا حزين عليها ومش عارفة شو اللي صار لها أمها ظلشت تنحف بشكل كبير وتغيرت يعني وبتحكي الأم لسه مصرقال إنها أفضل من قبل لكن يورينا موش عارة بهالكلام فجأة ما بعرف ليش الخادمة بتطلع تسألها عن فستان وتقولها شو بتحبين عمل فيه فبتقول الأم إنه هالفستان كتير بتحبه لكن للأسف ما فيها تلبسه هلأ لأنه صار كتير كبير عليها بس للأسف كمان مزعوجة من وجوده بالخزانة لهيك شكلي خلص لكن يورينا بتقرر قال إنها تدخل وتحكي أنا بدي أخذ هذا الفستان وأرتديه فبتحكي لها أمها بس صارت موته قديم كتير فبتحكي ما بيهمني إحنا من عائلة كارتيا وأحنا اللي منصنع الموضة فبتقوم الأم بتبتسم وبتحكي بنتي الحلوة متل ما هو متوقع منها وهون بترجع الضربة تضرب يورينا والصدمة مرة تانية لأنه هي مش بنتها الحقيقية وبتقول البنت اللي حبيتيها من كل قلبك ماتت قبل سبع سنين لما أنا وصلت لها العالم الغريب لأول مرة لما تلقيت الحب والدفق الكبير باستمرار من عائلة المركيز لهيك اعتمدت أكتر وأكتر على هالعائلة اللي صارت عندي وإمي اللي كانت ألطف منها ما فيه لكن كل ما شفت ابتسامتها بحس بطعن بقلبي حرفيا إمها شوي حولة بتحسوها أقول للأحوال بتقول حتى لو أنا مو بنتك الحقيقية هل كنتي رح تعمليني بهذا الشكل نفسي أسألك هاد السؤال بس مستحيل أقدر أعمله إذا حكيت هيك شيء عن طريق الغلط مرة كل شيء بانيته رح يتحطن إمهم بتقولها على كل حد ليش استدعتيني لهون فبتقول للأم فيه مصابقة صد رح تستضيفها لعيلة الإمبراطورية خلال شهرين فبتقول طيب شو أعمل وبنعرف إنه المصابقة هاي بتتم كل عام بشهر البراعم وهي بمثال بتنزها للأرستقراطيين اللي ما فيهم يشاركوا بس فرصا من الأرستقراطيين أو بعض العائلات فبتحكي لها طيب ليش فجأة عم تحكي عن هاد الموضوع فبتقول للأم إنتي بتعرفي إنه أنا مو بخير هالفترة وبصراحة ما أتوقعني رح أكون متعافية خلال فترة حتى مسابقة الصيد فيورينا بحزن بتقولها بليز لا تقولي هالكلام أنا متأكد إنك رح تسيري أحسن حتى عكل الأحوال إما بتقولها حتى لو تحسنت جسد ضعيف لعيك بدي منك إنتي تروحي لمو سابقة الصيد بدلي بها السنة شو رأيك بها الكلام؟ تحكي لها يورينا بس أنا لسه ما عملت الحفلة الخاصة بسن الرجد فبتقولي الأم بعرف لكن رح تسيري بالي غياني عن قريب وانتي هلا كبيرة بما فيه الكفاية لتمثلي العيلة تتسأل يورينا هالعنجات عادي أروح هداك حدث إمبراطوري لعيك أكيد رح أواجه كورتس بس أنا مترددة وفوق كل هاد لسه ما بلشت القصة الأصلية لهيك خططت أتجنب الإختلاط مع أي شخص هل شاركت يورينا بمسابقة الصيد بعد العام بالقصة في السنة الماضية المهم تتذكر القلادة اللي يقدم لها إياها ري ولعيك بتقول أوكي أنا رح أشارك وبعدها بتبالش يورينا التجهيزات والتحضيرات لمسابقة الصيد قال لازم البنت اللي بالعيلة تقوم بتطريز المناديل لأفراد العيلة أو للحبيب ومنها الكلام هاد أثناء مصابقة الصيد لا تتمنى لهم التوفيق والحماية وبتقول أنا هلأ خيضت واحد لواضي وواحد لري واثنين لإخواتي بس ما كنت بعرف أنه التطريز بها الصعوبة بالذات إنها عم بتطرز شعار العيلة وشعار عيلتهم نسر بيحمل سيف لأنهم مو من ذوي القدرات السحرية وإنما بيقاتلوا بالسيف وبتقول ما انتهيت لسه من واحدة فما بعرف كيف رح أعمل للبقية يا حسرتي المانبيسي بتقولها خليني أغششك لعنجة بتحكيلها خدي اشربي شوية أشياء لغاية ما أرجع لكن فجأة تنصدم لما تلاقي إخوانها جايين ليزوروها المهم بتخبئ بسرعة يرينا المانديل قال لأنه ما لازم يشوفوه بيسألوها شو فيه ليش مش سعيدة بوجودنا ما قدرنا حتى نتناول العشاء مع بعض فبتقولهم خلص ارجعوا لغرفتكم شو اللي خلاكم تيجول عندي فقال بحزن بيقولولها معقول تكوني مش حابة وجودنا معك فهي بتقول شو هالهبل هاد ومنعرف أنه عندها ثلاث إخوة أنا فكرتهم اتنين ريكس وإدوان وجاستن وريكس هو اللي كان موجود بينما هدول الأخين هم اللي كانوا موجودين بالأكاديمية وبتحكي أنه هم كتير لاطفين وحنونين معها لدرجة أنه كانوا مصحب تتعامل معهم طول الوقت بدهم يضموها وطول الوقت بيشوفوها طفلة صغيرة وضائما بيبعطوا لها الرسائل والهدايا فهذاك الوقت كل شي كان مش مألوف بالنسبة لإلها لكن باختصار هلأ لسه صار الوضع أسوأ وأسوأ وبتحكي بالبداية حاولت تتجنبها وقت ما تقدر لكن بسبب إصرارهم دايما بالعكس فالشه تتحس أنه فعلا عندها عائلة ولا السبب يعني صارتها لألطف معهم وبتقولهم عن جد أنتوا الاتنين كتير مزعجين بس أنا كنت خافة أنكم تكونوا تعبنين بعد رجعتكم فبيحكولها إطلاقا بالعكس إحنا مشتقين لك وكمان خبرينها مين اللي رح يرافقك لموسابقة الصيد فبتقول مش رح يكون والدي فبيقولوا جد هل والدنا حكى أنه رح يعمل هيك فبيقولوا لا لا هيك بيلتفتوا لبعض فبتحكي أكيد في مصيبة عن بتخططولها المهم شكلهم خططوا لخطة عن جد بعدان قال بيستدعوها بتاني يوم فهي بتستغرب وبتطلع لتشوفهم وبتقول بالعادة يقتحموا الغرفة بدون يعني أي خجل فليش هالمرة بعثوا الخادمة اللي تحكي معي تطلع برة لتلاقي الاثنين عادين عم يدربوا على أساس على المبارزة وبتقرر تعط بانتظارهم وبتقول غريبة أنهم طولوا كتير بهالأثناء يوصل أخوالك بالركس وبيسألها شو اللي عم تعمليه هون فبتقول جيت لأنه إخواني ثوأم حكوا بدهم إياني فلا هالسبب عم بيستنى فبيحكي لها أكيد الموضوع كان ممل بالنسبة لإلك فبتقول لا بالعكس الموضوع عادي فبيسألها مين اللي رح يرافقك لمسابقة الصيد فبتقول مش والدي فبيحكي لها شكل ما خبرك فبتقول بشو فبيخبرها قال إنه الطلب منها واحد منها يرافقك لأنه يمكن ما يرجع لها وقت متأخر ولها السبب بيقولها شو رأيك تخلي أخوكي الكبير يرافقك وصبعا هيك حرق أهل الأخين اللي عاديين عم يتبارزوا لأنه الفائز رح يحصل على أساس إنه هو قال اللي يرافق يورينا بس خلص إجا الأخلي كبير ركس وصرع كل شي منهم يورينا بدون تردد بتقوله أكي ما عندي أي مشكلة وبالعكس رح أحب الموضوع فبيقولها واو إجابتك كانت كتير سريعة شكلك مش مهتمة مين رح يرافقك مين ما كان صاح فبتقوله لأ بالعكس بصراحة من بين الثلاثة بفضلك أنت لأنه إخواني اللي صغار يعني وضع ما يقوس منه فبيحكي لها فعلا ما بتوقع أنه رح يخلوكي تتصرف بحرية فبتقول صح المهم بيفوز الأخ إدوان وبيجب حماسي كتير اللي يطلب من يورينا قال إنه إرافقها لكن خلص راحت عليه فسأنت تطلع فيهم وبتقول لاش تعبيرهم جادة لهالدرجة هل جبتوني لهن لحتى أشوف كيف بتتبارزوا فبينطلوا الاثنين حتى اللي خسروا بيقولها أنا بدي أكون مرافقك ببلشوا يتخانقوا الاثنين إنه لا هالشي غش فبتقولهم كنتوا عم بتتبارزوا لا تختاروا شريك لمرافقتي فبيبتسم وبيقول هاد عادل بما يكفي بالنسبة للكم بس أنا اللي رح أرافق يورينا فبينزلتوا بيقولولو ليش يا غشاش لا تعمل هيك إنت أصلا ما تبارزت معنا وهالشي مو عادل فبيقول ليش ما تقدمتوا قبلي أنا طلبت منها وهي وافقت وإذا بتحبوا فيكم تبارزوني يعني فبيحسوا بالخوف لأنه ريكس أكيد أقوى منهم ومنعرف إنه أخوها ريكس أهلي كتير ما شاء الله قوي بالمبارزة وتقريبا هو يعني الحدى المعاكس لري اللي تقريبا أقوى شي بالسحر ع كل الأحوال بتقولهم لو ضلتوا تطلعوا من هون لبكرة على الفاضي لأنه ريكس هو اللي طلب مني بالبداية كان لازم جيدوا بوقت أفكر وطلبتوا مني فبيحسوا بالحظن بعدين بتيجيل عندها بيسي وبتقولها شو اللي عم تصنعي من صنع المناديل بس منلاقيها استخدمت شي مختلف وهي عم تصنع المنديل الخاص لري لأنها عملت له مثل الحديقة الزهور اللي أخدها عليها لما قالها باجي لهالمكان كل ما اشتقتلك لأنه هون بشعر إني معك وقالت ما رح يكون عندي وقت لأعمل هالشي لأنه تبلش مصابقة الصيد لهيك رح أنتهي منها بسرعة وأرسلها للأكاديمية إذا قمت برش عطر على الرسالة وأرسلتها مان رح يكون أفضل وبها اللحظة تخبطها كمان مرة نازل أنا أخبط فيها البنت المهم تسأل بيسي شو التاريخ فبتحكي لها الرابع من شهر البراعم وهون بتتفاجأ كتير وبتروح لاتشوف الرسائل بتقول كنت بنشغل كتير هالفترة لدرجة إني فقت التركيز آخر رزالة وصلتني من ري قابل شهرين فليش ري ما عم يبعت لي رسائل إطلاقا وبنلاقي يرينا راحة لحفلة من حفلات الشاي وأكيد بوقتها بتجتمع النميمة مع الفتيات اللي بيكونوا عم يحفوا عن طالب برعاية هالفترة اللي يفاز بالجائزة الأولى بأكاديمية هونجرام وقال كمان سمعوا إشاعات إنه رح يشارك وينضم لفرسان الإمبراطورية عن تخرجه لكن يرينا بيكون فيه شي واحد شغل بالها وهو ري وإذا صر له شي وليش ما عم يبعت لها رسائل بصراحة يعني مش عارفة كيف لا شهرين ما بعتلك رسائل وانت مستغربت إطلاقا عكل الأحوال فجأة حدا منهم بيحكي معها وبيقولها صراحة الكفازات اللي لابستيهم ما من اللي شفناهم إطلاقا فمن وين جبتيهم لأنهم كتير حلوين وببالت شوية غزلوا بأناقتها فبتقول إنه تصميم مميز بالفعل وهي حصلت عليه عالة هدية من ري أصلا وهي موضة موجودة في مملكة كرون وبتخبرهم بهالأشياء فبيحكوا لها من مملكة كرون أوكي لهالسبب أول مرة بنشوف هاي القفازات صحيح؟ سمعنا إنه في طالب عم تعتنوا فيه وترعوا هناك فشكله هو اللي أرسلك هالهدية فبتقولهم فعلا هداك الشخص بيرسل لي كتير أحيانا كهدايا فبيقولوا إنه شخص مزوئ فبتبليش تفكر وتحكي ما بتوقع إنه ري فعلا هو اللي بيختارهم بتوقع إنه رفقاته هم اللي عم بيسعدوا لأنه قابر بالمرة وبما إنه انفتحت سيرة ري بيبالشو يحكوا الإشاعات اللي يسعمينها عنه إنه قال مو بس مشهور بالإمبراطورية هون كمان بالبلدان الأخرى وبمملكة كرون أكيد وقال حدا منها وبابن عامها شاف شخصيا وحكى إنه مدهش باستخدامه للسحر وإنه قوي جدا وإنه بيعتصوا من هالكلام هادو وبيقولوا الأروع هو إنه ساعد عادة كرون الملكية بمواجهة المعارضين هالشي بيعني إنه بيمتلك القوة بالشجاعة وإنه قبل سنة ونص اكتشف ري إنه الأشخاص اللي هاجموني بمملكة كرون كانوا متباردين ضد عائلة كرون بنفسها والطوع لا يتعقب هديك القوات ويقضي عليهم وبفضل هالشي عدرفة العائلة المالكة رسميا بمصاهمة ري وانتشرت الشائعة عنه بالإمبراطورية بتقول حتى أنا انتهشت لما سمعت هالشي ما صدقت إنه عمل هيك شي خطير لكن اللي بيصدمها لما فجأة تسمع واحدة منهم بتقول اللي إشاعات بتحكي إنه كورتس كمان حاطت عينه عليه فبتتذكر لما اقترب منهم لما كانوا بالأكاديمية وبتحكي كان مبين إنه بيتباها قدام ري بس عن جده هو حاطت عينه عليه وبتقوم باستضاع بيسي باستخدام الحلق لا تجي لها بيسي اللي لابس القلادة مش كان هاي السلسلة اللي أعطاك إياها ري وقالك لا تشلحيها عكل الأحوال بتسألها بيسي إذا بتحب تحضر لها العربة فبتقولها يا ري وبتحكي لا الموجودين إنه بتكم تاجريني رح أطار للمغادرة وأكيد بيحكوا لها تفضلي وخدي راحتك وبتقولهم رح أبعد لكم من هذول القفازات بوقت لاحق لما توصل للأصار بتسأل الخادم إذا فيه رسالة وصلتها فبيقولها فيه وحطتها بغرفتك بتركضه بسرعة بحماس لأنها فكرت أخير وصلتها رسالة من ري ولما تيجي لا تمسكها بتلاقيها رسالة مو منه بتحس بالحضن بس بتقول ليش عم بفكر فيه له هالدرجة لكن طبيعي أكون قلقاني لو كان اللي بعرفه كان أرسلي ملاحظة يخبرني فيها أنه رسالة رح تتأخر بغض النظر عن مدن شغاله بس إنه ما أرسلي شي من أكثر من شهر هالشي عن جط غريب هل في شي صار؟ بتسألها بيسي هل فيك شي فبتقول لا فتحكي بيسي صح على قد ذكرت إنه ريسل له فترة ما أرسلك رسائل شكله مشغول فبتحكي لها فعلا مرت فترة من آخر مرة أرسل فيها رسالة فبتحكي لها لا تقلي أنا متأكد بإنه ري لأنه رح يتخرج هالسنة ما عم يتلاصل معنا بشكل كبير لكن هي بتقول يعني مش مريض صح أو صايل له شي مصيبة عكل الأحوال بتحكي لها بيسي بمأنه يعني ههضرتك الآن ليش ما تبعتي له كمان رسالة وتقولي له كتبت لك رسالة وما أرسلتها فضلوا يعني صلوا شهرين مش بعد شي ويقال ما بعطت له رسالة تسألوا ليش ولا صلوا شي وبتحكي لها بس ما محرج أبعت رسالة بعد أنه ما تلقيت رد فبتقولها بيسي أنت بكل الأحوال رح تشاركي بالمصابقة الصيد فرح تغيبي فترة فبوقت ما رح تقدري ترسلي له أي رسائل ما شو رحيك ترسليها لأبدل بانتظار الرد فبتبلش تفكر بالموضوع بتقول صح رح أبقى هناك على الأقل لشهر وحطلوا ما حصلت على رد رح أحكي أني رح أكون من شغلة لهك أرسلت له رسالة مقدمة وبتفرح كتير وبتقول لبيسي إذا نجي بيلي ورقة وقلم لحتى أبعت له بكير ما شاء الله كتير بتعرف تفكلي وهيك بتكتب له بالرسالة كيفك؟ نظرا لأني ما رح أكون موجودة بالعاصمة لفترة من الوقت قررت أبعت لك رسالة مبكرة يا الله كله ولا الكرامة المهمة بتحكي رح أغادر الفيلة بوقت قريب للمشاركة مصابقة الصيدة اللي بتنظم عليها للإمبراطورية حتى الآن ما رحت من هناك لأنه الأمر كان خطير بس هل مرة رح أشارك بدل من أمي لأنها مريضة وبفضل هالشي صناعة منديل لأشقائي الأكبر سنن وكمان واحد خاص لإلك رح أبعت لك يا مع الرسالة يمكن بهذاك الوقت اللي تقرأ فيه الرسالة رح أكون بأرض الصيد وما رح أقدر أتلقى ردك إلا بعد رجعتي من المسابقة رح أرجع وأخبرك بالتفاصيل باليوم الخامس عشر من شهر البراعم وبتخط له مضاحة بتقوله فيها صناعة المنديل المرفق بجهد كبير لك بليس حافظ عليه إذا ضيعته ما رح أسمح لك ترجع داخل القصر حتى ما سألته يعني أنه ليش ما بعدلها رسائل ع كل الأحوال بتقولها بيس أوكي هلأ فهمت كنت عم تصنعي المنديل لري فبتحكي لها صاح بس ما كتير حبيته ومبين أهبل ومع وجوه هيك فبتحكي لها بالعكس مهاراتك تطورت أكتر ومتأكد أنه رح يعجب ري وبتقولها تسري بس على فكرة المنديل هاد أحلى من مناديل أشقائك الثلاثة فبتتشكرها يعني بكل الأحوال أنت عم بتحطميها لأنه هي عملتهم كلهم وبتروح بعد بيسي وبتبعت الرسالة لكن ترجع بشكل غريب فبتسألها ريورينا صار شي معك فبتقول لا بس فجأة حسيت بشي غريب لما كنا بالحفلة كانوا كل هالخدمات عم يحكوا عن ري من العائلات الأخرى قبل كنت بعد برو مثل أخوي الصغير بس هلأ صار شخص رفيع المستوى ويمكن ما يقدر يعملني مثل قبل صاح فبتحكي لها بالعكس ري أكيد رح يضلي عاملك بنفس الطريقة وإذا أنت أصلا عملت بشكل مختلف هو رح يزعل لعيك عاملي مثل العادة مثل أخوك الصغير وحتى لما رح لمملكة كلون شفتي كيف كان ميات تعامل معك بدون أي تردد وكمان بحسه هو بيفكر فيكي على أنك أخته الكبيرة فبتقول لها جد معقول فبتحكي لها يورينا أكيد فبتقول إذن أنا عن جد اشتقت لري فبتحكي لها يورينا وأنا كمان على فكرة بعدين يورينا بتكون عم بتجهز بعض الأغراض طبعا لحتى تغادر يعني وبتكون قال ما بدها تشوف كل الأشياء اللي بعتها ري لأنه كل شي بيذكرها فيه فبتقول ليش لهلأ ما بعت لي رسالة مو قلت رح يرد عليك لما تكوني بوقت مسابقة الصيد عكل الأحوال أخيرا تيجيها وبتخبرها أنه وصل رسالة من ري بتطلع بسعادة كبيرة لا تستلمها وتشكر الشخص اللي جابها لكن المفاجأة أنه الشخص اللي جابها هو ري بنفسه وحب كيف بيستلموا والشي من الحد بعدين بيشوفوا الوجه المهم بتقول له ري جد فبيحكي لها أنا رجعت بتضمه فوران بسعادة كبيرة وبتقول له جد شلي صلى كالأنت جد موجود هون فبيحكي لها أنا عن جد جيت لهون فبتحس بالاطمئنان وبيقول يورينا اللي كنت بشوفها بأحلامي هلأ أخيرا صارت قدامي عيوني وبين إيدي وبيلتفت هيك للغرفة وبيقول ما في شي تغير فيها وهلأ بعد ما صرت مع يورينا ما بدي أبتعد عنها كمان مرة لبين ما يصير قلب يورينا متر قلبي وإذا تربط منها أي أشياء غير متوقعة رح أقتلها فوران وبيحكي رح أفكر بعدين بأي حدا ممكن يؤذي يورينا ما شاء الله شاعري يورينا 7 متر وبهلوقت الحالي بيقول كل اللي بدي أستمتع معها وبس بيفوت لها جواب بيقولها لسه كل شي مثل حاله فبتحكي له جد فبيحكي لها كنت خايف أنه كل شي كنت تغير بس كل شي على وضعه فبتقول هي صح بعد مغادرة ري تم تنظيم هاي الغرفة وما نلبس أي شي بعدها فبيقول عن جد حاسس بإحساس غريبة هلأ فبتحكي له وأنا كمان حقيقة إنه هلأ أحنا قدام بعض بالمكان اللي فيه ذكرياتنا الكتيرة هالشي كتير غريب وهالمكان اللي شعرت فيه بالحزن كتير الشديد بعد رحيلك هلأ صار أطفى بكتير لما وصلت بيسألها هل ممكن هاي هي الكتب اللي كنت باستخدمها قبل للدراسة فبتقول له فعلا بيفتحك وحفيم وبيقول يا الله أدي كان خطي بيخزي فبتبتسميه وبتحكي له أنت ما كنت تقدر تكتب أصلا كنت تخطأ حتى بالتهجئة فبيحكي له جد هلأنا اللي كتبت هاي الخربشات فبتحكي له أكيد فبيقول جد مو متذكر هالشي فبتقول له لما اليوم اللي إجو فيه ناس من الأكاديمية كنت تكتب هالشي بينما كنت تستمع على شرح مقدمة الأكاديمية بحرص فبيقولها قديشني أهبل فبتحكي له فعلا لما تغلط أكتر من مرة بعد ما أقول لك بتكون أهبل فبيحكي لها بتعرف أنه أنت الوحيدة اللي بتناديني بالأهبل أما بالمكان اللي أنا كنت فيه حصلت على كثير من الاهتمام من الأسادزة بالأكاديمية فهي بتحس هيك بالصدمة شوي فبيحكي لها هل في شي فبتقول له خلال هذاك الوقت ليش ما كنت عم ترسلي رسائل ما بتوقع أنك كنت مريض كنت بحس إنك بخير بس ليش ما رسلتني ولولا مرة واحدة فبيحكي لها كنت مشغول كتير بفصل الشتاء فبتحكي له جد مشغول لدرجة ما فيك حتى تبعط لي رسالة واحدة فبييجي يبرر لها فبتقوله بغض النظر عن مدى انشغالك على الأقل كان فيك تكتب لي ساطر واحد تخبرني إنك مشغول ما فكرت بمشاعري وانت مبعت لي شي لما ما وصلتني رسائل يعني لمدة شهر لأ وأكتر كمان ما فكرت بإني رح أقلق عليك كتير وبتبلش تفكر مع حالها وبتقول عن جد أنا مش عارفة إذا أنا نية ولا شو لكن طول الفترة اللي ما بعت لي فيها رسائل كنت أم بحاول أحكي لحالي لا تقلق هو بخير هو أكيد بخير هو بس مشغول لهيك هلا ما قادر إنه يرسلك شي بس طول الوقت كنت خايفة أحكي يمكن يكون للوضع غير ويمكن هو عن جد مو بخير وحلمت حالي لأنه أنا اللي بعتته لهذاك المكان خفتي كنت صر له شي بس ليش عن جد ليش ما بعت لي شي كنت بائسة وحزينة وما كان لازم أحس بها المشاعر الممري بيحكي لها آسف كتير يورينا كل اللي صار كان غلطي وبيمسح لها دموها بيقولها لا تبكي فبتقوله لأ ما عم ببكي بقطع بصل يحكي لها آسف كتير إنه ما بعت لك شي لو بعرف إنك رح تقلقي كنت أكيد رح أرسلك بالعكس حسرت إنه الأفضل لإلي إني آجي أنا شخصيا بظل ما إني أبعد رسالة فبتقوله لأ كان لازم ترسل رسالة ليش لا تيجي أنت وبقي لك لسه سنة كاملة للتخرج فبيحكي لها يو برو شو عم تحكي أنا تخرجت على فكرة تخرجت بسنة أبكر فهي بتنصدم وبتقوله ما عمره هيك شي صار من قبل الأكاديمية المالكية بكرون واحدة من أفضل الممالك والأكاديميات اللي بتخرج بسبع سنين وستخرج قبل سنة هل هيك شي ممكن فهو بيمسك هيك القلاده بيقولها عانيت كتير من الكويس المريعة من الوقت اللي تعرضت فيه للهجوم بمملكة كرون وكنت خايف كتير وبأحلامي كنت دائماً أهجيكي بالوقت المتأخر وما أقدر أنقذك لهالسبب كنت أكون كتير خايف أحس أنه أنا عم بعمل كل هات لحتى أنقذ يورينا لكن بالنهاية هشوف يورينا ماتت قدامي هالشي ما عم بقدر أتحمله وبتذكر وقتها قديش يورينا كانت تخاف من الموت لهالسبب يورينا شكلها بتعاني من الكويس المريعة وتفكيري بأنه شي ممكن يسلك وأنا مموجود خلاني بدي أشتهد بأكتر وقت ممكن طبعاً ما بيحكي لها أحلمت فيك أن تمت بس بيقولها كنت ألقاني كتير عليكي لهالدرجة أنه حسيت لازم أتخرج بكير لهالسبب كنت مشغولة كتير كتير الفترة الماضية ولما تعرف أنه كان لهالدرجة عم بيفكر فيها طول هالوقت بتحس بالراحة وبتقول له آسفة وبتمسك إيده وبتحكي له شو رأيك نرجع نعيد الترحيب في بعض فبيحكي لها إذن أنا رجعت هلأ وهي بتمسك إيده وبتقول له أهلاً فيك بلا بلا حطيته لايك طب بتقوله إذن يعني بالنهاية كنت مشغولة كتير لأنا كنت عم بتحاول تتخرج بشكل مبكر فأخدت دروس مكثفة طب بيحكي لها فعلاً وفيه كمان كتير أشياء تانية صارت بدي أحكي لكي إيها فاست وفاست لهيك ما بعتلك رسائل وفيه لسه أشياء أكتر يورينا يسألها هل استنيتي بشكل كتير طويل رسالة مني كنتي عن جد لهالدرجة متشوقة طبعاً هي بتحس بالخجل وهو بيطل فيها هيك وبتقول لو سأل السؤال أول ما وصل كنت رح أحكي له لأ لكن وهارف إنه رح يحزن لك رح أحكي مشاعري الحقيقية وبتقول له فعلاً استنيتي كتير فبيقترب أكتر وبيقولها وأنا فبتحس إنه مو عرف شو تجاوب وبتقول ما بعرف شو المفروض أحكي له فبيحكي لها ماش تأتي لا إلي فبتكون طبعاً هي عم بتحاول تتهرب من السؤال وفجأة بتفتح بيسي الباب وبتلاقي في حدا على أساس واقف جانبي يورينا فبتصرخ بشكل كتير كبير لأنا فكرت في حدا بدو يأذيها وهيك وصلوا لإخوة التوأم وكانوا عم يسألوا شو اللي صار وكيف هيك هو صار فجأة بنص الأصر بلشت بيسي التعتذر وقالت أسوة كنت عم بفكر في حدا عم بيحاول يأذيكي فبتحكي لها مات إلي أكيد تفاجأتي من اللي شفتي وبستثناء هي كمان إنه تخرج بشكل مبكر يعني فلاك ما توقعت فيه بيبال شو الإخوة يسألوا ليش طيب ما خبرتنا أنك راح تيجي ومنها الكلام هاد فبتقول يورينا لأنه حاب ييجي ويورجينا هالشي بنفسه فبيقول إذن ليش تسلل للأصر فبتحكي لهم لأ ما تسلل هو بس كان عم يتمشى وليقيني فبيسألها أخوها طيب ليش كنتوا لحالكم بالغرفة إيش يعني لما يوصل يجوا يندوك ولا كيف تحكي كنا عم نحكي عن شي خاص فينا فليتنا بيطلعوا عيك وبيقولوا لها وليش معنى إليش يكون شي خاص فيكم إنتوا المهم تحكي لهم خلص أسكتوا وإهدوا شوي وإحنا بس اتفاجأنا وكنا بس عم نستقبل بعض فبيطلعوا في عيك وبيقولوا لها أكيد ما صار شي تاني فبتتذكر اللي أكثر رومانسية وبتقولهم أكيد هاد كله بيلتفتوا على ري وبيتأكدوا منه وبيحكي لهم فعلا عم بتقول الحقيقة فبيحكوا له أنت طالب سحر بس ممبين ساحر فبيحكي لهم شو يعني قصدكم بهالكلام فبيحكوا انه لأ بس يعني بالعادة طلاب السحر بيكون شكلهم مختلف فبيقول ري طيب أنا غير عنهم عكل الأحوال يورينا بتكون صافنا وبتحكي شو عم يحكوا عن جد بيوصل أخيرا ريكس وهو الوحيد العائل وبيسلم على ري وبيقوله سمعت القصة وأنا جاي انتشرت كتير شائعة عنك بأنك تلميذ لا ديف بصراحة يعني هالشي كتير حلو فبيحكي لوري لا يعني أنا ملاها الدرجة أسطوري فبيقول ريكس لا تكون متواضح اسمعنا كتير إشاعات وكلام عنك ومنح أنك تلميذ ديف اللي بنحبه عكل الأحوال بعد ما يسلم عليه بيقول لوري عفكرة أنا كمان اسمعت كتير إشاعات عنك بيحكوا أنك كتير مغوب لدرجة أنه وصل صيتك لمملكة كرون فبيقول ريكس غريبة مو من العادة طلاب السحر يسمعوا اسمي لكن لما يطلع على إيد ري بيقول أنه إيده خشنة وشكله متعلم المبارزة وبيسأله فبيقول ري صاح تعلمتها شوي بس يعني مولها درجة عندي مهارات لكن ريكس بيسأله ليش يعني طالب سحر يتعلم استخدام السيف فبيلتفتهاك على يورينا طبعا تعلموا كرمالها لا يقدر يدفع عنها بكل الطرق فبيقول له ريكس تعال خلينا نشوف موهبتك بيوقفوا لا يتبارزوا وبتكون يورينا عم تطلع وتقول ري مبين كتير متوتر هل هو بخير على رغم أنه ري بيمتلك مهارات طبعا قوية بس يعني بالنهاية أكيد ما رح يكون مثل ريكس اللي هو أخوي اللي موهب أكتر من أي حدا تاني فتسأل إذا ري رح يقدر يتماسك قدامه وبيكونوا بعض الفرصان عم يحكوا الساحر بيضل ساحر فلاش يعني صارعنا بأنه تعلم المبارزة وما بعرف شو مستحيل حدا يقدر يوقف بوجه ريكس المبارز بينطلق دغري وبيعطيه هجمة بيصدها ري ولكن بتكون كتير قوية وبتكون تحكي بغض النظر عن مدى تساهل شقيقي بس ري لستاته صامد قدامه وبيشهر فعلا ريكس بقوة ري بعدان بيحس بنقطة ضعفه وبيطير السيف منه عرفيا يعني بسانيتين ونص ريكس بيكون خسره بس باستخدام السحر بيوقف السيف اللي بيكون طير تقريبا على وجه واحدة من الخديمات وبيقول له انا بعد الزر انا خسرت فبيحكي له ريكس كانت مبارزة جيدة بعدان ريكس بيقولهم على فكرة مع انه يعني يري مش فارس لكن مهاراته بالمبارزة جيدة هل بترغب في المشاركة بمسابقة الصيد فبيحكي له ري شو هي بمسابقة الصيد فبتحكي له يرينا مسابقة الصيد اللي قلتلك عنها شو با كبرو اللي كتبتلك اياها بالرسالة بعدان تطلع هيك وبتقول غريبة طب مش ممكن انتي بعدت الرسالة وهي ما وصلته لانه هو ايجا اصلا هون ورح توصل الرسالة لا ولا حدا عكل الاحوال بما انه ري ما قدري يعرف هالشي بتحسي انه ما قرأها وبتحملها لها وبتقول انا لازم اغادر في شوية امتعب بدي اروح اجمعها يلحقها ري لانه بيشعر انها مو بخير وبيقول انا كمان تعبان و بدي اروح بيحاول يوقفها وبيسألها شو اللي يصير معك هل حاسب تعب فبتقوله يمكن فبيقولها الحاسب الحار ولا المرض ولا اي شي فبتقوله لا فبيحكي لها اذا شو المشكلة فبتحكي له قبل رجعتك بعطتلك رسالة لالاكاديمية المام هي بتكون خجلانة تحكي له قال انها بعطت له رسالتين يعني بيقولها لا تقلي انا ديك رسالة ده بيجبتها معي ورح اقرأها فبتحكي له لا مو هاي الرسالة مادة تقوله انها بعطتلك كمان رسالة المام بتحكي له لما قلقت عليك كتير الرجال بعطتلك رسالة وكمان منديل فبيحكي لها شو هاد فبتقول اثناء مسابقات الصيد تعطي النساء لرجال منديل وانا صنعتلك واحد بنفسي من اجل عودتك بس صنعتلك ايام مختلف عن اهلي حتى وهلأ ما عندي اي منديل لا اقدملك اياه واذا طلبت من ايدا انه رجالك الرسالة راح ترجع خضون شهر يعني راح تكون بوقتها مصابقة الصيد انتهت طيب ما هو بيقدر يستخدم الانتقال الآن ولا بيتهيق لي عكل الاحوال قال هو بيحس بانه الدايا ويبتحكي له والله ما عدا قالك تيجي وتعمل مفاجأة خد لك هاي وبالمساء بيجي الاب والام كمان بيستقبلوا يعني وبيعدوا معه وبتقول متل ما وعد والدي بمساعدة ري قدر استطعته بالمستقبل احتضنت امي ري بحرارة كأنه ابنها وكانت كتير سعيدة برجعته وقالت له انه برافو يعني وهو تأثر كتير على هاد التصرف وما صدق ديف بالمرة انه ري قدر يتخرج بكير وعصب عليه أصلا وكان يحاول يقنع ويرجع لانه مع الترف قال بالأمر إلا بعد استخدام سحر الاختبار المزيف ثلاث مرات على شهادة ري لا يتأكد انها مو مزورة وكان كتير سعيد قال انه لها فعلا تخرج بشكل مبكري عكل الأحوال بعدين بيادر اثناء مع بعض وبتحكي للشمال وداف كتير مهبول فبيحكي لها يعني بتعرفي بما انه هو المنتور تعيف فانه كان كتير متأثر يعني شغلة خاصة بالسحراء لا تقلعي فيها عكل الأحوال بيسألها الرسالة اللي بعطي ليها وينت بعطيها فبتقوله تقريبا من أسبوع فبيقول إذن هي قريبة هلأ لا لحدود وبيسألها هل حطيت العطر عليها فبيتقول صح أنا دائما برشو فبيبتسمه وتسأله ليش فبيقولها لا تقلعي مجرد سؤال بتحسه ري طالع من أنامي رومانسي مدرتي باليوم التاني بتسأله لوين مغادر فبيحكي لها في عندي شي لازم أروح أعمله فهل ممكن تعطيني إيدك فبيتقوله خير فبيقوم بيستخدم شي لسوارة اللي قدملها مثلها تحكي له شو اللي عملته فبيحكي لها هاي تقريبا قطعة أثرية لا تتبع الموقع فبتقوله وبشو حطيت فيها لأ فبيقولها سوري لا تسيق فهم هو مو شي غريب فبتحكي له ما عم بسيق الفهم بسوي غريب فبيقولها لأ بصراحة يعني ناس بيستخدموا لأغراض غريبة بس أنا لأ فبتحكي له ممكن تخبرني شو هاد بكل الأحوال المهم بيحكي لها المهم يعني باختصار بدي أعرف موقعك وفيش مكان بدي أروح له وبتوقع أني ما رح أقدر أرجع لغاية يوم مسبقة الصيد وبدي أعرف وين بتكوني فورا لحتى أجي عندك دوري فهل هالشي مقبول فبتقوله أوكي بس لوين رح تروح فبيحكي لها السر وهيك بيمر الوقت وبيجي يوم الصيد وبريه ما بيكون رجع لسه فبتقول فكرت بتقوم بتجرحها بالغلط تتفاجأ كتير وبتقولها آسفة كنت بس أن بحط لك الحلق وقال كيف عم بتحطي الحلق بالزبط يعني فتحتي رقبتها حرفيا المهم بتيجي بيسي وبتنجلت من اللي صار وبتقولها روح بسرعة استدعي الطبيب فبتحكي لها حاطرة وهي عم تبكي بعينما الحلق مصنوع ما شاء الله من فلاذ بتحكي لها بيسي هل أنت بخير فبتقولها أنا تمام لا تقلعي لكن بيسي ما بتكون مصدقة وبتقول أنا المجروحة لكن ليش أنت اللي عم تبكي فبتحكي لها لأنه الشي كتير زعجني فبتطلب يرينا منها ما تقصى على اميلي وبتحكي إنه حتى اميلي خادمة جديدة تم توظيفها من فترة قصيرة وقص صغيرة فلا هيك إنه يعني ممكن إنها تغلط وبتقول بكل الأحوال اميلي كانت مبين إنها متوترة وهذه العمل وهي لسه صغيرة على هاد العمل أو صراحة كتير صغيرة إنها تلبسك الحلق يعني فأكيد الله يكون بعوانها ع كل الأحوال بيسي بتقولها ما بهمني شو ما تحكي راح أعقبها وقو بخها لما تيجي فبتقولها أوكي بس يعني لا تقسي عليها ع كل الأحوال بتسألها هل شكل الجرح سيء فبتحكي لا مو هيك بس يعني للأثف إنه صار منتفخ وبتقول راح أجيب ديف بل كي على أمل يساعدك لحتى ما تعلم أما أميلي فبنشوفها طلعت وقفت برا ما تروح تجيبي دكتور بتكون واقفة قال وبدها تبكي وبدها تزر من يورينا وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الموسم الأول من حكاية يورينا وري لسه الأحداث طبعا المدمرة ما إجت وحماس مطلة الحب لسه راح يكون موجود بعد فترة طبعا مثل ما منعرف هيك خلصوا الفصول اللي نزلت وخلص الموسم فبتزار فصول جديدة حتى نقدر ينكمل الموسم فما سحبنا على يورينا وري وإنما انتهى الموسم تعرف لازم أعيدوا أزيد حتى الكل يقدر يفهم هالفكرة بنشوفكم ملاخص جديد ولوقت سايونرا